طيب روح لها أقول لها أبجيني حالاً عزا جري يا بورا إيه ما بتعرفش التكتك على الباب قبل ما تخش؟ عزان بي أعزك في مكتبه قوله أنا جاية حالاً ونكشح من هنا يا اختي داً؟ حاجات طبية جداً عزان بي تعال يا دوني إنما الأم صاني الخطيرة دي يا عزان بي أظن بقى دلوقتًا ترضي عني تمام التمام أصدق إيه اصدق linear أصدق دعائق راجعت الشغل خلاص كإن يفيش أي حاجة حصل انا كنت متأكد يا حبيبتي انك هتقداري تقنعيها انها هتكمل معاني تربيتك يا بابي ونعمة تربية يا حبيبتي بس الحقيقة انا كنت عايزك في موضوع تاني كنت عايزة خضائك فيه موضوع؟ موضوع ايه؟ تعال يا قادي قادي يا حبيبتي تعالوا ماذا؟ اهو؟ اللي اسمه حارب بوزين دول ايه حكايته؟ انت لسه زعلة منهم ولا ايه؟ بتالي بعد اللي عملوا المرة اللي فاتت من حق ازعل؟ ولا انت لكي رأي تاني؟ انا انا رأيي يعني انك تنساهم انت اكبر من كده بكتير طول شوية عيل غلابة بيجروا ورق أكل عيشهم عيشهم؟ طيب ماشي هم انت بقى عشان تلحاق تغير هدومك وتلحاق النمرة الجاية ولما تبقى تقابل س حارب ده وس زين بسلميلي عليهم هايل يا حارب هايل بس احنا لسه مش عارك فين ازا كانوا هيوفوا على طلباتنا ولا لا؟ ايه وفوا؟ ما انا بتلك قبل كده؟ نفيش قدابه مسكة تاني ما هو ده اللي قالقني يا بستاد؟ ايه بقى اللي قالقك يا زين؟ الغدر وقلمة الاصل لحد ما توصلوا لهم البضاعة انت بقى هايل طب ولما نوصل البضاعة الله عمي ما حكلكش راشوان كان عايز يعمل فينا ايه لما وصلنانا بالتريلة؟ لا والقلعح من كده بقى اللي عرفته وببيت الدنيا عرفت ايه؟ عرفت ان عزان بيقوله ان هشوف شغله معانا وان احنا مش هنعدي بيها بالسهل طب شفت بقى؟ عزبه راشوان ضرهم شامان عكس عنت الخالص عادي يا جماعة عادي هو ايه ده اللي عادي؟ ده السياسة يا زين السياسة راشوان وعزان من ناحية شد الحبل علشان نخوفوكم وعنطق من ناحية التانية هيرك الحبل علشان تسقفوه وترتحوله سياسة يا خوفي بقى هم يستلموا البضاعة من هنا وفجأة هم كنا نروح شادة الحبل ونروح احنا فستين داهي مش عايزين نزبقي لاحداثا وبعدين ما تلقوش انا عامل حسابي على كل حاجة ومؤمنكم اخر تماما لو بفرض بقى يا مترا عنتا اتكلمني بكرة وقالي ان الموافقة جدت هتصرف معا الزعيد اقول لك يا سيدي وبعدين يا معلمة الساعة عدت نص الليل والمعلم حربي مرجعش شكله مش جاي للادي طب هتكليلك اللقمة ولا شيل الأكل شيل الأكل وطف النوم مخش نامي طب وانت يا معلمة انا انا هطلع هنام يعني هعمل ايه هنام هنام اكرم اوعى تتأخر النهاردة حاضر وعاعتين ستستلم التورت حاضر وعاعتين ستأكد على رقوف ان يجي النهاردة انا لا هأكد ولا هجيب سيرة انا عزمته قبل كده عايز يجي اهلا وسهلا مش عايز يجي هو حر طب وانت بتاخد كل حاجة على عصابك كده ليه عشان انت زهقتيني عالصبح يا مون زهقتيني صباح الخير يا بابا صلح النور اكرم هو حمزة لسه مصحيش ولا ايه لا يا حمزة اخد اجازة النهاردة من المدرسة عشان اعيد ميلاده امممم تواي يا دوب انا سلاب اكرم ايو بابا ايه اللي حصل بينك وبنفتك مبارح له ايه ما حكتلكش حاولت معاها طول الليل ما رديدش تتكلم وفي ايه يا ابا؟ ولا حاجة ولا حاجة يا بابا ولا حاجة ازاي؟ دي طول الليل عمال اتعيب بابا انا تأخرت على شغلي بعدين، بعدين هحكي لحضرتك كل حاجة عن إذنك أكره أيها يا مونة ما تنساش الاتفاقن عليه حاضر حاضر يا مونة عن إذنكم أماني لسه نعمة؟ صحية من بدري بس لسه مخرجتش من قدته أيها أيها أماني مش عادتك تبي صحية وتقفلي على نفسك قطك وتقعد الوحدك عادي يا بابا شوية هدوء أيها مش رايح الجورنال النهاردة لا مكسلة وبفكر أخد أجازة طويلة على بابا برضو الحكاية مش كسل ولا أجازة ها مش عايزة تحكيلي مالك انبارح يا بابا كان يوم وحش قوي بالنسبالي اتخنقت في الشغل وقجيت هنا أكرم اتخنق معايا مع أني والله ولا غلطان هنا ولا هنا طب احكيلي يا بنتي يمكن أقدر أوصل لحل يخراجك من اللي انت فيه افتحي قلبك لبابا إن ما كنتش تفتحي قلبك لبابا حبيبك هتفتحي لمين أمالي مانفقة اه روح على المستوضع شغال الرجالة واستمنانا غاية منارجى بابا لو المعلمة سألت عليكم والله روحتوا فين والله روحنا بشوال مصلحة كده مش هتأخر يلا طيب خدوا بالكو طيب يلا ازاي وده بقى اللي مدايك؟ ايوه اكرم يا بابا بيدخل في حياتي زيادة عن اللزوم وفي الجرنال ستينة شربت التهني اني بسرق مع واضحة ومشرت الموضوع في الجرنال كله وشوهت صورتي عند مادام شهيرة يبقى قاعدتك في البيت دي غلط مش فاهم يا بابا افاهمك انا رايي انك تنزلي حالا تروحي على الجرنال تقابلي رئيسة التحرير تفاهميها ان كل الكلام اللي البنت ده قليته عليكي مالوش اي اساس من الصحة ما هو ده اللي انا عملته وكمان هددت اللي انا هقدم استقالتي غلط الاستقالة دي اكبر غلط بنت اللي وحسنين المصري لازم تكون قوية وتثبت انها فوق الشبوهات مش تهرب وتقدم استقالتها فكرك كده يا بابا طبعا وإلا هيبقى بتثبتي ان الكلام اللي البنت ده قليته عليكي حقيه وفي الحالات دي يبقى هي انتصرت وانت خسرت عندك حق طيب بابا بعد اذنك شوي ليه ان شاء الله ها غير هدومي عشان الحق اروح الجرنال محمود اعمالك يصبوا اسمانتي للمابنى الشرق وانت فتحة تاخد العمال وتطلع للمابنى الغربي تركبوا الحديد والخشب عايزوا يخلص ابن الده يلا الهم يا رجالة يلا شدوا هلكوا يلا شدوا هلكوا بصرعة يا حبيب التواول صباحوا ازاكك سمو فيد اهلا وسهلا فيما عدم عنت ربية موجود موجود، تردّله صباح الخير يا فندم صباح النور يا ترى هديتي ولا جاية تقدم استقالتك؟ هديت كنت حزع القوي لو كنت هتقدم استقالتك بس يا فندم حضرتك اللي اتهمتين أنا ماتهمتكيش أنا كنت بسأله بس تفسر ودواد بك رئيس التحرير لما يكونوا اتنين محررين مختلفين انتي بقى تعصبتي وتنرفيزتي وأصريتي تقدم استقالتك من غير ما حتى ترجعيلي وتعرفي رأيي ايه؟ ممكن اعرف رأيي حضرتك دلوقتي رأيي انا قلت النشو وياريت تنسي الموضوع ده خالص وتنتبه لشغلك حاضر يا فندم على فكرة نايم بي جير غير العادة وسأل على الموضوع اللي كلفت بي عملت فيه ايه؟ ساعة ويكون جايزة عند حضرتك لا تطلعيله بيه على طول فوق مبروك ألف غروب الباشا وافق تعملوا العملية دي لو اتطمن لكم وعملتوها صح هتمشي معاكم حلاوة باشا احنا خدمينك وخدمين الباشاك كبير وان شاء الله نشرفك ونرفع رأسك عن طربي انت واجد يا حبي ثلاثة بالله العظيم وواجهة ادعو تستهل كل خير اما انت يا زين بطل شغل معي يا لدي ها يلا الخناقة اللي انت عملتها عندي عزام في الكاميري دي لكان وقتها ولا لها لزوم ما تحملش اهم يا زين خالصة باشا تسيبوا علي يا زين غلطة يا رايس مش هتتكرر انا عايز اقول لكم كلمتين حطوها محلجة في ادانكم الشغلان اللي انتوا داخلين عليها داي الشغلان خطرة خطرة جوي ومكسبة كتير بس النفر منينا لازم يحطي عينيه في وسط راسه الغلطة فيها بفورة اتضمنا باشا مقضية بإذن الله دي العيشان برضا كحاربين طب البضاعة بقى سعدتك يعني هتستلمها مننا هنا؟ لا انا عندي مخازن بعيد عندي المحاجر في الجبل يعني هستلميكم البضاعة هنا طب لو اغزعنا عن طربيوة في شؤال كده فضل جول عزير المخازن دي فيها خردة 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 ايه داخل الخردة في شغلنا؟ يعني يا باشا قوي يعني اللي انتفق عليها برضو بالمرضة بس انا يعني بكلمك في ملايين ثم انت تتكلمني في ملالين ده غطى يا باشا غطى مو احنا لازم دلوقت يعني احنا عين المكان وندرسه ونعرف سككه قبل ما نسلم ولو كل ده تعمل من غير الغطى ده ممكن الناس تشم حوالينا واحنا طبعا مش عايزين الكلامنا قصون دي يعني مش هتكون اول مرة ولا اخر برنا نتعامل فيها مع بعضين الله يفتح عليك يا باشا قولي بقى المخازن دي فين نخلص كلام من الاول وبعدين مفيد ياخدكم ويواريكم الطريق وانا بكرة اخد السواقين بعربياتهم ونروح نحمل البضاع من هناك زي كل مرة يعني وكده بقى انا وحار بنعرف نروح ونجي على المكان من غير ما حد يشك فينا ماشي يا زياني بس يعني هتنقول البضاع دي ازاي وامتا امتا هنرتب امورنا ونزبط نفسنا وهتصل بك اقولك اما زيدي بقى باشا يعني يفشلها من دماغ الخالص واتطمن على اخر بس بها اللي يعني المهم يا حار بي السرعة لازم نسترم البضاع بسرعة ليه؟ عشان نلحق ونوزعوها اتطمن يا باشا كل حاجة هتمشي زي ما انت عايز واحسن كمان باشا يا حار باشا باشا ايه بس حاجة يا زين لما اخذ باشا تعبنا يعني زاعدتك ما جبت السيرتو خالص تتجلكش يا زين عملتكم في الحكاية داي هتكون كبيرة جوا لا باشا معلش بقى يعني من غير زعل طبعا بس يعني المسهل بيقولك ايه اللي اقوله شرط اخره نورة باشا الباشا الكبير بتاعنا رجل كريم يض فرطة يحب يبسط الرجال اللي بيشتغلوا معا عشان كده عملتكم حقكم كبيرة راضي؟ ايه 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 اللي راضي؟ راضي طبعا يا باشا بس يعني لابا اوزا الكلام دي يا صديمتا لابا نسلم البضاعة لا باشا احنا نسلم ونستلم ما ينفعش ما ينفعش ازاي يعني واحنا بنيشتغلوا في الف ولا الفين دي ملايين ملايين لازم تسلموا البضاعة الاول وبعدين نوزعها ونقبضوا تمانا ونصيب كله واحد ياخدوا عاديين طب واحنا يعني ايش دماننا ان انتو ما تدوناش الطرشة وتاكلوا حقنا كلام رجال يا زين كلام رجال